اشتركوا في القناة لا يوجد شيء منطق لديه علاقة بتعليق الدراسة او تأجيل الدراسة او شيء من هذا القبيل ان دخول الطربوي دينا ادرناه وبدال موسم الدراسي من النهار تحكي تنتبه بالمؤسسة التعليمية وبناء عليه فليس هناك مجال لأي عملية اغلاق او القول بان المؤسسة غلقات او تأجيل او شيء من هذا القبيل كل ما هناك ان هناك تنسيق مع سلطة الامنية والسلطة الصحية وتحت اشراف السيل العامل ان المناطق هي دبا مغلقة بالنسبة الوضعية الوبائية يعني تنتعرف عليها وتنضبط فيها ونعتمد فيها نموذج التعليم عن بعد وهذا هدو رغضين خبروهم احنا رسميا ولكن راه عن البعد لا يعني انه يقولوا الناس لا يوجد ميزاة رخص هذا التلاميذ يتوصل بالمعطيات وفقا الذليل المذكرة سعود 30-20 السعود 30-20 الذي تؤكد هدو هذه الدلائل تطبيقه الان هدو رغض من الدلائل ومن ثلاثة ممكن في النهار أو جوج أو ثلاثة وبناء عليه لا تسرعوا لأي شكل من أشكال إعلان عن تأجيل الدخول أو إغلاق المؤسسة نحن نرى داخلين نحن نخدمين فقط باقي النمط المعتمد وهو النمط التربوي البلايس اللي سنعتمد فيهم التعليم التنوبي أي الحضور بخمسين في المئة والتعليم عن البعد وكينا مدرسة اللي سنعتمد فيها النمط ذي التعليم عن البعد إذن وبهي الإخبار رايز لكم بخير الدرف لا تمشتودة باش وقع في تشيديا سيدي سيمان تأويلات المغرضة وكذلك في الدار بضاء ما بغناش نسقطف هذه الشهادة شكرا لكم